موسيقى يا مساء الفل او صباح الفل على حسب انت بتتفرج علي امتى الهلال السعودي بيكسب الزمالك بركلات الجزاء الترجحية بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي واحد واحد عشان يحقق الهلال السعودي لقب كأس لوسيل الودى نسبة لملعب لوسيل اللي تلعب عليه المباراة واللي النهاردة كان افتتاحه احد الملعب اللي هتنظم نهايياك كأس العالم في قطر عشرين وعشرين خلاص فاضل تقريبا شهرين واسبوعين على كأس العالم طبعا قطر بتستعد وقطر صرفت فلوس كتير اوي ويعني يبين الصرف بصراحة الملعب شكله تحفة من برة الارضية حلوة جدا الكراسي بتحتها بيطلع هوا سائع فالدنيا بصراحة جميلة وكله تمام ان شاء الله بإذن الله قطر تعمل بطولة كبيرة لأول مرة في تاريخ كأس العالم البطولة تتلع في بلد عربي بإذن الله اللي يوخوا في قطر يشرفونا كلنا ويشرفوا كل العرب ويعملوا نسخة عظيمة جدا بإذن الله لو انتم ما تفرج عليها اما سبسكرايب ولايك وشير افتح جرس التنبيهات تعالوا بقى نتكلم على ايه اللي حصل ما بين الزمالك والعلال السعودي ويشارت مين عنده مشاكل كل حاجة حصل في المنطش هنتكلم فيها مبدئيا كده يعني الهلال السعودي كان الطرف الاحسن في المباراة هو الطرف اللي كان مستحوذ مسيطر بيخلق فرص بيضيع فرص بيرفع بيرقص بيحاول بيعمل كل حاجة والنحية الثانية الزمالك كان الطرف اللي بيستقبل اللعب وكان بيحاول يقفل دفاعات وعشان الدنيا تعدي على خير طبعا الزمالك كان مريح العيبة راجعة تتمرن بقى لها تقريبا اربع خمس ايام عنده مشاكل في الحتة الهجومية ما اشتراش لسه لعيبة الا زكريا الوردي وابراهيم انضاي في نفس الوقت برضو النحية الثانية هلال السعودي الدنيا مختلفة بدأ اول ماتش او ماتشين في الدوري عنده لعيبة محترمة جدا سواد قوي فيه طبعا مريجا وإيجالو كولار وكاريو وسلم الدوسري وسلمان الفرج يعني عنده بصراحة لعيبة جامدة جدا فطبعا اكيد فيه فرق في المستوى كبير ما بين الهلال والزمالك واللي زود كمان فرق المستوى ده ان فرقة لسه ما استعدتش لباية الموسم وفرقة تانية استعدت ولعبت ماتش او ماتشين في الدوري كل الكلام اللينا قلته ده بقى هتترجمه الارقام والاحصيات اللي حصلت في الماتش ولو قلتلكوا على الارقام والاحصيات ب constantly هنقول مثلا ان الهلال السعودي كان نسبة الاستحواز عنده 70% والزمالك كانت 30% طيب لو اكلمنا على المحاولات على المرمى فلهلال عمل 14 محاولة على المرمى منهم 5 جوه 3 خشبات الزمالك عمل 9 محاولات على المرمى منهم 2 جوه 3 خشبات طيب لو اكلمنا على تمريرات الهلال السعودي عمل 710 تمريرة منهم 626 تمريرة صح بنسبة نجاح 88% النهى التانية الزمالك عمل 268 تمريرة بس منهم 200 تمريرة صح بنسبة نجاح 75% العرضيات الهلال السعودي عمل 22 عرضية منهم 4 بس اللي صح بنسبة نجاح 18% نسبة بصراحة ضعيفة جدا النهى التانية الزمالك عمل 9 عرضيات منهم واحدة بس اللي صح المراوغات لعب تلها حاولت تراوغ 20 مرة منهم 16 مرة صح بنسبة نجاح 80% الناحية التانية لعدة الزمالك حاول التراوغ 12 مرة منهم 2 بس اللي صح بنسبة نجاح 17% اعتقد الارقام بيانة فرق المستوى بين الفرقتين الزمالك كان عنده مشاكل كتيرة في الماتش مكانش مستعد بدأ بشكبالا شوط الاول من بداية الماتش وشكبالا اصلا لا سنه ولا اليابطو يسمحوله نوى يبدأ ماتش كبير زي الماتش ده زيزو اللي هو عدلته ناحية اليمين راح شمال فقط كتير من قوته برضو ما فيش اوراق هجومية تقيلة عند الزمالك وبالتالي الزمالك كان دايما الطرف اللي هو بيحاول يدافع ويقفل ويقدر كده يخطف من هجمة مرتدة الناحية التانية الهيل السعودي بيلعب 4-4-2 بتحول ليه 4-3-3 لما كريه وبينزل يقفل او بينزل يخش نص الملعب مع كويلار ومع سلمان الفرج وبيبدأ موسى ماريجا ويجاله وسلم الدوسر ثلاثة يخشوا في عمق الملعب سواء الكورة بتتلعب سرو باص زي كده الجون الاول او حتى العرضيات اللي حاولوا يعملوها لكن معظم عرضياتهم كلها كانت غلط او يعني العدل الزمالك كان بتصرف معه صح سواء حسون عبد المجيد او الوينش او حتى حمزة المسلوسي وعبد الغني اللي كان بيلعب فيهم شوت اول وشوت تاني الهدفين اللي سجلهم الزمالك والهلال الهدفين من اخطاء في التمركز يعني مثلا لو اتكلمنا عن الهدف الاول ليه الهلال السعودي هلاقي كويلار استلم الكورة في نص ملعب سلم الدوسري دخل في العمق مع ايجاله ومع موسى ماريجا هتلاقي سلم الدوسري كان واقف قدام الوينش لما دخل سالم اتحرك مع الوينش القدام فالمفروض ان كان حمزة وهو حسون عبد المجيد اتحركه مع الوينش عشان خاطر موسات التسلو لا حمزة المسلوسي سرح وهو اللي كان ماسك ايجاله في ايجاله تحرك في ظهره وتلعب كويلار طبعا عمل سروب باس حلو جدا في ظهر دفينس الزمالك استلم ايجاله وحطها لوب بسبب سرحان من حمزة المسلوسي وبسبب كويلار واحد عنده فيجن عالي جدا وعمل سروب باس بالمسطرة قدر ان هو يسجل الهدف الاول وطبعا يعني يلعبه واضحة جدا ان هي خطأ دفاعي كارسي من دفاع الزمالك نفس الهدف الناحط التانية بقى الزمالك برضو سوف يديني جزير تحرك نموذجي في دفينس الهلال السعودي برضو ضرب مسات التسلل بسبب سرحان من قلبين الدفاع الهلال السعودي وراح بسروب باس من امام عشور لعب الكورة صدها الحارس وكمل عليها زيزو عشان يسجل التعادل فالهدفين كانوا من تحرك من غير كورة وتمبيرها كويسة جدا لكن طبعا تمبيرية كويلار يعني بالنسبة لي امتع من تنبيرية امام عشور لكن المهم يعني ان انت بتحرك من غير كورة عندك واحد بيعمل سروب باس كويس فهتشوف دايما هدف مع طبعا اخطاء من المنافسين هي الاهداف بتيجي من الحاجات دي لو اتكلمنا عن الاداء الفردي للعيبة سلم الدوسري مع جميش خالص كان من اسوأ اللعيبة في المطش كل كورة بيحاول يستلم ويرقص بتقطع منه ما كانش مفيد بصراحة انا شايف ان هو وزنه زايت شوية وانا حتى قلت على تويتر ان هو النهاردة كان عامل فورمة ميكي سوني انا عارف ان السلم لعيب كبير ومن احسن اللعيبة او احسن لعب السعودية لكن وضع ان هو لسه مدخلش في الموت بتاع الموسم طبعا الموسم لسه بادئ واول مطش مطشين لكن سلم كان بعيد اوي سلمان الفرج بقى كان ممتع سلمان الفرج لعيب اشول شاد كورة حلو اوي شاد عواد بيستلم الكورة ويرقص يرفع عينه ويحط سروب باس في ظهر الديفنس او يرفع عينه ويغير الملعب مثلا للشهراني عمل مطش حلو جدا جميه بقى المايسترو كويلار برضو العيب كورته حلو قوي عنده فيجن عالي قوي شوفنا طبعا الاسست وسروب باس لإجاله اتنين العيبة معلمين في نص الملعب عجبني برضو سعود والنحة التانية شهراني بينطلقوا وسراعوا بيرقصوا لكن عندهم مشاكل شوية في العرضيات اكيد طبعا محتاج كسافة جوة المنطقة والعيبة بتلعبد معها كويس عشان تعرف تسجل لكن برضو يجب تكون العرضيات متقنة ويمكن العرضيات زي ما قلت ما كانتش متقنة خالص بالنسبة للعيبة الهلال يمكن العرضيات اللي كانت على الارض كانت احسن وشوفنا الكورة اللي عملها سعود الشوت التاني عملها كاتباك لورا كده اتلغبط فيها اجاله وسالم الدسري وطبعا المعيوف عمل مطش كبير وصد ضربتين جزاء فبردو يحساب له اكيد الفوز برقلات الترجيح لو اتكلم الناحة التانية عن الزمالك فافضل لعف الزمالك كان عواد عواد شال كورة من موسى ماريجا شال كورة من سالمان الفرج الرجل بصراحة عمل مطش كبير جدا لاداء بقى لعيبة الزمالك يعني مفيش اي حد لفت نظري سيد نمار خرج بدري شكبالا عمالش اي حاجة زيزو وقيم عشور كانوا بيحاولوا فتوح برضو كان بيحاول لكن واضح ان لسه لعيبة الزمالك ما قفتش عالى رجلها وبردو اكيد فيه فرق كواليتي كبير لكن يحسب لفريرة انه هو كان قادر انه هو رغم ما استعدش كويس ولسه راجعين من راحة لكن موقف اللعيبة صحي جدا وكان اختراق دفاع الزمالك في معظم اوقات المباراة كان صعب حد يقولي طب ازاي واربع خمس فرص هتلاقي ان فيه فرصة من سالمان الفرج دي تزديدة فيه كورة برضو بتاعت ماريجا الاولانية فاول من سالمان الفرج خبطت فالحيطة وعدت شاطها موسى ماريجا اللي اتحرك فيها ماريجا وعملها تشيب او حاول عملها تشيب لكن شاء الله عواد دي اه الباقي كله عرضيات لكن انا عجبني جدا بصراحة هتماركو اصدعيت الزمالك وديه الحاجة اللي يتميز الزمالك مع فريرة الزمالك محتاج صفقات الزمالك محتاج لعيبة في الحتة اللي قدام شكبالا ما يقدرش يلعب تسعين دقيقة هو زيزو بس اللي قدام وباما طبعا بعيد قوي ومحدش من جمال الزمالك بيحبه انضاي لعيب اسول هيفرق اه لكن في او في الاخر هو لعيب اسول وبيلعب في نفس الحتة اللي فيها زيزو لا الزمالك محتاج ونجين تلاتة يشيلوا مع زيزو ومع انضاي اعتقد مرتبى انصور بيقوله ان هو يعني مخلص في لعيبة برضو زمالك محتاج مهاجم مع سيف الدين الجزيرة طبعا ماشي اه يوسف وسماء النبيه كويس سيف فاروق عفر كويس لكن المفروض السنة دي ان فيه تدعيمات في الخط الهجومي زكريا الوردي وبريمانضاي مش هيحله كل حاجة واضح جدا ان الحتة اللي قدامها عند الزمالك فاضية خالص حتى لما حول الشوت التاني ان هو ينزل لعيبة لا الفرق بعيد قوي ذلك ما كانش ليه اي تواجد هجومي الشوت التاني الشوت الاول اه راح في كورتين ثلاثة كده لكن الشوت التاني لما لعيبة تعيبت ما يقدرش يعمل اي حاجة وبرضو تاني وتالتي وحسب الفريرة ان هو قدر يقفل وراه ده كده كان رأيي في الماتش والاداة الفردي البعض اللعيبة وقلتلكم برضو الارقام ويعني معنىش حاجة بصراحة اكتر من كده اقولها يعني اكيد تجربة هتفيد الهلال عشان ماتشات الدوري وبرضو تجربة هتفيد الزمالك قبل ملعب الماتشين بتوع دور الاربعة وستين دي يا جماعة اتحالة النهاردة لو انتم ما تفرج عليها اما سبسكرايب ولايك وشير وتجربة تنبيهات اشوفكم الحال اللي جاية سلام